لا تزال مدينة سيرت والجفرة تهيمنان على المشاورات بين الأطراف الدولية داخل المدينتين يحشد حفتر ودعمه للمحافظة على ما يمكنهم المحافظة عليه وعلى أطرافهما تدفع قوات الوفاق بتعزيزات لبدء معركة استعادتهما على وقع تفويض البرلمان المصري السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا يأتي الإعلان عن اتفاق تركي روسي على مواصلة الجهود المشتركة لتهدئة الوضع لوقف إطلاق نار دائم ومستدام وضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها الخارجية التركية التي أعلنت عن الاتفاق قالت إن أنقرة وموسكو تبحثان تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا في وقت أكدت فيه الخارجية الروسية كلام نظيرتها التركية بشأن اتفاق مواصلة الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا في السياق ذاته تؤكد موسكو للقاهرة في مباحثات هاتفية أجرها لافروف مع نظيره المصري ألا حل عسكريا للأزمة الليبية سوى بالمفاوضات بمشاركة جميع الأطراف على أن تتمشى مع مخرجات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن وبينما تؤكد الرئاسة التركية أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتطلب انسحاب ميليشيات حفتر من سيرت والجفرة تطفو على السطح مجددا تساؤلات عن إمكانية أن يصمد الاتفاق التركي الروسي على وقع مخاوف من أن يلقى مصير اتفاق موسكو مطلع العام الجاري الذي رفض حفتر التوقيع عليه وبحسب مراقبين فالراجح أن الاتفاق لن يرى النور نظرا للتحديات التي ستواجهه والتي تبدأ برغبة حكومة الوثاق في استعادة سيرت والجفرة وإصرار حفتر على تثبيت أقدامه في المدينتين ولا تنتهي بالإصرار التركي والخطوط الحمراء المصرية بالإضافة إلى التواجد الروسي عبر مرتزقة الفاغنر اشتركوا في القناة